السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحكم شباب اليوم مشارك تكونوا بخير طبعا عنا فيديو اليوم على اجابة للسؤال متاع امسي اللي تكلمنا فيها اللي اذكرنا فيه صورة متاعة التجميع الفكرة من السؤال في حد ذاته انت كشخص كيف تقدر تقيم بندقية متاعك هل تنظيمها صحيح او تنظيم ما فيه مشكلة هل الرقليات اللي عندك سليم او فيه مشكلة هل السبطانة نظيفة او لا من اللي تشوف اي تنظيم لأي بندقية مش شرط لازم تقعد تسئل شين نوع الرش شين روعل شين اسمها شين السبطانة متاحة او من غير النا شين السبطانة سبطانة مهمة نوع البندقية ما نوع البندقية والكلام هو انت كامل الشي اللي يهمك ان لما تشوف تنظيم زي هذا تعرف هل فيه خلل في البندقية او مفيش خلل البندقية امس تجميع كان عبارة عن دائرة والتجميع بشكل عام كانت الاصابات ماشية بالطريقة هذي كشكل تقريبي كانت الدائرة بتاعت التجميع عبارة عن ثلاثة سنتي لو تقيس المسافة من هنا ولما تقيسها من فوق الروطة ستعطيني تجميع بسيط هي كان اقل من واحد ونص سنتيمتر انت كشخص او انا كشخص نبي نعرف التنظيم هل البندقية تنظيمها صحيح او لا نقدر ندير قراءة للتجميع كيف ندير القراءة في التجميع في عندي خطين اساسيات في عندي الخط العمودي يسمى خط التنظيم هذا ليه علاقة بالريجولاتر وفي عندي الخط الافقي اللي هو الويندج او خط الريح شين الفكرة فيهم انا كنبي نقيم البندقية الريجولاتر سليم او لا في مشكلة او ما فيش مشكلة بناخد اعلى نقطة واقل نقطة في الاصابة يعني رش لما نرجع ونزل على المجموعة لما طلع معي فوق او نزل معي روطة كم المسافة اللي اخداها في الحال هذه اخداها تقريبا واحد ونص او اقل من واحد ونص سنتي واحد ونص سنتي على ستة وخمسين متر ما هيش مسافة يستهام بها يعني تنظيم ممتاز الرش اللي هرب على اليمين كله هذا يعني ان الشخص اللي يرميه كان يوم ريح وريح الاتجاه كان من الناحية هذه جاي من الناحية اللي صار ويدفع في الرش لليمين فهنا تفاوت الطقاء هو تشوف فيه الرش يعني كانت سرعة سرعة الريح مرة تقوى ومرة تضعف مرة تزيد ومرة تنخفض كلما زادت سرعة الريح انحرف الرش اكتر من اللازم عن المركز وكلما خفض الريح رجع الرش يجمع في قريب وكلما سكيت تهدي الريح نهائيا الضرب كان فسط الدائرة شني اللي بنستفيده هني من الموضوعات اول نقطة تقييمي للريجوليتر الريجوليتر هنيه لما يعطيني الريجوليتر هنيه لما يعطيني الستخمسين متر او ستين متر مسافة زي هذي يعني لو ضربت القيمة في اثنين يعني لو بنحصلها على مية وعشرة كاقل تقدير راح ناخد اثنين سانتي متر تجميع اثنين سانتي متر تجميع انت هذه بنضقية صيد اثنين سانتي متر كيلزون منطقة قتل في اثنين سانتي متر او ثلاثة سانتي متر انت عندك الحمامة او الطير الحمام نفسه محيط الاصابة متاعك اثنين سانتي متر من اصل تسعة سانتي متر يعني صدر الحمام متوسط الحسابي ليه تسعة سانتي متر تسعة سانتي متر ما هيش مسافة صغيرة لما يكون عندك مساحة القتل إصابة الهدف في المئة وعشرة تجميعك ممتاز طبعا هذا كله انت تقدر تاخد تجميع أقوى من الموضوع هدايا في حال انك عطيت السرعة الصحيحة للرش لأن كل نوع رش أو كل وزن من الرش لعنده سرعة معينة ما تجينيش لسلق رش سلق يحتاج لسرعة فوق 920 قدم في الثانية وترمي به بسرعة 980 929 قدم في الثانية وتقول لي بندير مقارنات في التجميع فكرة غبية بشكل غير عادي يعني انت لما نجي الرش ما تعطيش السرعة الصحة متاعها كيف تطلب منها تجميع او كيف تطلب ان الريغوليتر عندك يعطيك تنظيم صح لان انت مش عاطي السرعة الصحيحة للرش متاعك لما نجي تدير مقارنة بسلق 25 جرين اللي هو يتبدأ السرعة الصحيحة متاعها من 920 قدم الى عند 1055 قدم وتعطيه مقارنة بسرعة 928 لا انت هيك غلطان انت هيك ماليكش علاقة بموضوع التجميع ولا بموضوع الرمايات فقبل كل ما قبل ما تبدأ في موضوع الرماية نظم كل شيء في مكانه اول شيء لازم توزن الرش متاعك ثاني شيء لازم فيه مجموعة نقاط لازم تخلىها في بالك اذا كانك انت تبي تدي المقارنة تبي تعطي تجميعك صح في مكان مفتوح اول نقطة لازم توزن الرش لازم تاخد وزن الرش رقم 2 تحسب اتجاه الريح يفضل اتجاه الريح ما يكونش جايك من الامام وما يكونش جايك من الظهر لماذا؟ لانني لو جيت مثلا خليت الريح وراي ورميت لو في حالة الريح في حالة سكون راح نقل راح نضرب في الإصابة وكاعي صح زادت سرعة الريح نقلت طلقة تطلع معي فوق لان السرعة متاعة الريح راح تزيد في سرعة المقضوف فرح يرتفع اكتر من اللازم خفت شوية راح نقاها نزل معي لو كان الريح عكسي شو بيصير معي؟ انا بنرمي عكسي تجاه الريح راح نلاحظ ان في حالة ان الريح في حالة سكون حنصيب الهدف صح لكن في حالة ان الريح زادت القوة متاعها راح يخفضلي في سرعة المقضوف وراح يطيح معي لوطر لما يتغير معي الريح زي التجميع هذا وكأني قلبت الورقة بالطريقة هذه اصبح التجميع يرقى وينزل معي بشكل كبير اهنا بنقول ان البندقية تنظيمها غير سليم والقلام هذا غير صحيح خطأ من الشخص اللي يرمي في الصورة اللي اللي فهد تجميع اللي نزلناها امس الشخص التعامل مع البندقية كريمية عادية لا وزن رش لا حط وزن للرش ولا دار حسبة للريح ولا اعطيه توقيت يسكر فيه الريجوليتر بشكل ثابت يعني مجرد ان عب البندقية متاعها وحط هدف ورمي عليه وشاف التجميع التجميع ممتاز على ثلاثة سنتيمتر هذه الدائرة كلها ثلاثة سنتيمتر يعني لما نضرب والريح مفيش اعطتها في النص لما نزادت سرعة الريح بي نحرف الرش ثلاثة سنتيمتر على ستة وخمسين ثلاثة سنتيمتر على ستة وخمسين متر ممتاز لو جاي في يوم مفيه شي ريح رح تكون إصاباتها كلها في داخل الدائرة مش هتطلع البر لكن لما يكون فيه ريح عالي إذا كان جاي الريح طبعا فيه من أيام يكون الريح فاهم متغير لاتجاه متاعها مهوش تاب مرة يجي من المين ومرة يجي من المين يجي من المين يصار فيه دوامات رح نلاحظ أن الإصابات متاعي لو زرت هنا رح نلاحظ أن التجميع حيكون معي بالطريقة هذه هاربي مين ويصار هنا هل بنقول أن البندوقية ما هيش سليمة؟ لا البندوقية عندي سليمة مشكلتي أنيه في حساباتي في الريح الريح محسب تلاش شي وقت صحيح طلعت فيه يوم فيه ريح عطيتني تجميع سيئ هنا معناتها ليس معناتها أن البندوقية ما تنفعش وما تجيش تجيب بندوقية مثلا كرال بانشر أو أي سيرية تركية لأن البندوق تركية تجميع سيعتبر من أسوأ البندوق تعتمد على القوة على حساب التنظيم والتجميع فما نجيش نحط بندوقية أساسا معروف عليها أنها ما تجمعش مليح وندير بها مقارنة ونقول والله يدي تجميع متاحها يعني ما هو السليم أو نجي ندير بندوقية إمكانياتها مليحة لكن نكون هناك غلطان في حسابات السرعة ونقول أن رأي التنظيم كان ما هواش صحيح أو فيه خلل في التنظيم لا الخلل فيك أنت لما نجي الرش تعطيه سرعة أقل من السرعة اللي هو محتاجها باش يعطي تنظيم عالي هنا يبقى الخلل فيه هناك أرامي ما نجيش بندوقية ترمي لي رش 18 نجرين ونجي نرمي بها سلج 25 نجرين غلط المعادلة غلط وصلت أن البندوقية ترمي على وزن 18 نجرين خلاص نرمي باعلي 18 نجرين أو نرفع في ضغط الريقليتر لو يعطيني هو الهامر سبرينج يعطوني إمكانية أني نقدر ندير عليها تعديل تعديل هنا أوكين نقدر نعدل ونرفع في القوة متاعي على حساب كمية لهوالي بنستهلكها وعدد الرميات كلما كانت السرعات أعلى والقوة أعلى الرميات عندي رح يكونوا أقل التنظيم المتاعي محسوب علي وزن الرش نجرين نعطيه سرعة تصح رقم 2 لازم نعرف وين نحط الريح يميني أو يساري أو وراي أو قدامي من أكبر الأخطاء أنك ترمي وتحط الريح وراك أو تحط الريح قدامك لأنه حيشوش عليك يميني ويسار ممتاز لأنه ليس مهم عندي وين الرش يضرب يمين وليسار مهم عندي المسافة يلي يقطع فاها فوق ولوطة ما تفوتش معاي ما تبداش عدد كبير يعني ما يبداش الرش يطاير معاي بالطريقة هذي ونقول لا تنظيم البندوقية متاعي ممتاز عندي مسافات فرقات عالية في الرش يعني الرش مرة يطلع بسرعة عالية ومرة يطلع بسرعة عقل هدية الخلل هذا نفسه يتحكم فيه حتى الرش إذا كان مش موزون فيه فرق بين إنا تقولي بندوقية خاصة بالإصابة الأهداف وإنت طالع لإصابة أهداف معناها بتهتم حتى بوزن الرش وبينيك تقولي بنطلع بنصطاد لو مسافة هذي ثلاثة سانتي اتني ثلاثة سانتي مفوق للوطة على ستة وخمسين متر أنا كصياد ما ندورهاش علاش؟ لأن الحمامة عندي فهى ستة سانتي مقتل يعني نضرب وني مرتاح حتى بندوقية ما فيهاش ريجوليتر نضرب وني مرتاح لكن لو بنتكلم على إصابة الأهداف والتجميعات دقيقة لا لازم نعرف الريح وين نحط يميني أو يصاري ما نخليش الريح قدامي أو وراي هذي نقطة ثاني شي لازم نوزن الرش ثالث شي لازم نعطي الريجوليتر حقه في انه يسكر وفيه نقطة مهمة وضعية حطان أصبعك على أصبع الزناد لو مسكت المقبض المسدس من البندوقية بالوضعية العادية انت راك فيه احتمال كبير انك حتخلي البندوقية تنحرف معاك مين أو يصار في وقت الرماية مش هتعطيني تجميع اللي ندور فيه لكن لو حطيت بطريقة معاينة نقدر نتحكم في الارتداد الخلف عندي أو في حالة انه مفيش ارتداد حركة الصبع عندي ما تخليش البندوقية تتحرك معي مين أو يصار اي دي كان انا رافع البندوقية أو حاملها في اليد هذي كفكرة الملخص متاع الفيديو اني نعم لما نبدأ نحط تجميع ونبدأ نشوف انت كصياد أو كرامي أو كهاوي أو كشخص عندك بندوقية كيف تعرف بندوقيتك سليمة أو غير سليمة اذا كان فيه الريجوليتر حط اشارة زايت أو أي نقطة وتعالى اذا كان بندوقيتك من العيار المليح يعني امكانياتها ممتازة على ستين أو خمسين متر وشوف جمع واحسب أعلى رشة وأقل رشة مليكش علاقة بالطاير يمين يصار هذا أنساه هيتحكم فيه الريح يعني انت بتقعد في الحالة هادي تب يتدور يوم ما فيش ريح نهائي وبترمي باش تاخد نقطة الوسط اللي يهمني هنا كفني همها النقطتين همها أعلى نقطة وأقل نقطة إذا كانهم قراب على مسافات بعيدة فهذا تنظيمك ممتاز وامورك طيبة لكن إذا كان أعطاك تنظيم مفتوح ترجع وتنزل هلبة هني عندك مشكلة في الريجوليتر أو مشكلة في السبطانة فهني راجع بندوقيتك وحاول تعرف العطل من الأسباب اللي تدير لك المشكلة هادي الريجوليتر يكون فيه مشكلة هادي واحد اثنين السبطانة لما تكون مش من نظفها تعطيك نفس المشكلة رقم ثلاثة الربلة يلي في نهاية السبطانة اللي تسكر حجرة السبطانة لو كانها ما هيش سليمة نفس في الهواء تعطيك نفس المشكلة الهامر سبرينج إذا كان تاعب مرة يعطي قوة عالية ومرة يعطي قوة مخفضة يعطيك نفس المشكلة البولف سبرينج إذا كان ضعيف في بعض الحالات يفتح بيعطي كمية تهواء عالية وفي بعض الحالات يعطي كمية تهواء بسيطة حتى هو يسبب نفس المشكلة فراجعت جميع النقاط اللي قلت لك علينا في الفيديو حتلاحظ إنه في وحدة من الفهى الشكالية لو صيّنت صح رح تعطيك تجميع ممتاز هذه إجابة السؤال بتاع قامس وإن شاء الله ما طولتش عليكم وإن شاء الله تكون الإجابة في محلها وكنا يعني الشباب فهموا الموضوع وإذا كان فيه أي خطأ فنقدر ندير المراجعة مرة تانية واللي عنده أي استفسار أو أي شيء يقدر يبعث على الفيس أو يبعث على اليوتيوب وإن شاء الله هنجاوغ عليه من جديد نشوفوكم الفيديو تاني إن شاء الله موسيقى